عن موضوع نعم احنا كانت تحكي عن حدودنا طبعا انا بتحكي طبعا انا في ايام نأسف لعدم الازعاج في حلقة امية وخمسة وعشرين امية وخمسة وعشرين تحديدا قامت وزارة الاعلام بعدها قاضتني قاضتني انا مع قرات سكوب بخصوص الحلقة اللي انا انتقت فيها كلام الفنانة العربية نادي الجندي في برنامج الحكم مع وفاء الكلاني على قناة الام بي سي واللي تحكت كانت طريقة جدا سيئة وكان البرنامج ينبث الساعة سبع في اطفال قاعدين في مراحقين في تينيجر وكعدت تتحكي عن الاباحية اللي هي تقدمها في افلامها وتعتبر ان هذا هذا علم الاباحية هذا علم ويدرس وشوفوا قالت المرأة بتاعتي حصص في الاباحية سخرت مع ان على فكرة بتكلم انا ترى نادي الجندي التقيت فيها اعتقد فيه 2011 2011 التقيت فيها في مؤتمر صحفي بلكويت حتى اياميها انعجبت بطرحي وفي صورة بيني وبينها موجودة في الانستجرام وموجودة في الفيسبوك والحياة موجودة انا المرأة او السيدة نادي الجندي اجدك معجبة فيها معجبة من ناحية ان قدرتها عن نجاح ما في احد يقدر يعيش حوالي اربعين سنة اربعين او خمسين سنة تمثيل وهو نجم مستار من عبث حتى لو احنا عندنا تحفظ مع كثير من المشاهد الجريئة والاباحية حتى قالت له وطال كيلان قالت له يعني هذي الاباحية فيه شيك شدي شيك قالت ايه فيه شيك ما فهمانا شيك وشيك هو اباحية قاع نشوفها بشكل جدا مقزز يعني مرات مرات مشاهد هم بس وعنا بف عشان قاموا تحجي عن شونه صار معانا مع وزارة العلام المهم يعني اول شيء هذا لازم نوضح شغله انه فيه فترة بين السبعينات السبعينات الى الفين وشوي كانت هذي المشاهد الجريئة والاباحية ترى تدخل ناس حق السينما بنقول احنا في اللهجة الكويت مشافيح ساقي معجب هالفنانة بيشوف لها مقاطع جريئة يشوف شيء وماما شوايا هناك يطلعون عادي عندهم يطلعون بكات وقمس نوع ومايو فعادي عندهم انا كنت اعجب بالطرح اللي تقدمه في اعمالها نادي الجندي من ناحية الفيلم الفيلم عندها اعمال ما حد يسويها غير نادي الجندي ما حد يكون جريء ويقدر يطرحل لنادي الجندي وترى على فكرة نجومية نبي العبيد تراجعت قبل نادي الجندي بسنوات يعني ليما الحين نادي الجندي على الاقل قادرة ان تشتغل مسلسلات نبي العبيد من بعد مسلسل نسيت ابو الله شنو شيء جدي العم نور العم نور والبوابة الثانية اللي ما حققه ونجاح من يومها نبي العبيد مو قاعد تشتغل اشتغلت بعدها عمله في عبده ما حقق ما حقق يعني عكس نادي الجندي لما سوت اخر مسلسل لها اسرار قادرة مرأة ذكية وانا امانة انا هني شنو اللي اعرفه اعرف ان هذا الفنان ذكي او غير ذكي من الحوار معه تحدث حتى اراك المرأة عارفة شنو قاعد تشتغل انا لما قاعدت في المؤتمر الصحفي مالها هني في الكويت كان حتى ماسكة الفيلي تشاوي الفنان الديكور المهم نبيل حتى انا هنا حتى وايد اما كنت في المؤتمر انا حتى ما اقول الله ما ادري في فيديو اما مؤتمر والراحي مع انه كانت بوس الشلبي مصورته مش كثر بحثت عنه ما لقيته نادي الجندي في هذا اللقاء انا ما نساحش في شي او شي او شي اصخرت من معلومات بعض الصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر مع انه في منهم ايضا مصريين يعني تخيلوا تخيلوا انه نادي الجندي متصالحة معه نبيل عبيد صار لها خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة الاتسادة قاعدين معاها في في لحظة هادي ميز كومورا ما منها فايدة المهم قاعدين في المؤتمر هذا يقولوا لها شنو طب خلافت خلاف حضرتك مع نبيل عبيد قلت احنا متصالحين من خمسة وعشرين سنة يا راقل شوف لك حاجة قديدة وذكاءها وا 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 حسيت انه محد فاهم يعني محد عارف شنو يعني اعتقد كله سيرت من جوجل كانوا ماغذين بس انه شايفين يناقشون يربطون ما كان هذا الهجي حتى في اذكر صحفي سوت حركة معه لا دي الجندي هنا في الكويت طبعا هو ياي الأخ متأخر عن المؤتمر عن المؤتمر نص ساعة طبعا في عرف كل الصحافة والإعلام انه مؤتمر الصحفي لا الصحفي ولا الفنان ولا الفنان يتأخر عنه إهانة عدم احترام الاستاذ هذا الصحفي ياي متأخر نص ساعة وياي يعني هو يعني اللي صايد الجو داش سأل ثلاث اسئلة حق نادي الجندي يعني كل اللي قاعدين سألوها خمسين مرة وفي نص ساعة اللي هو متأخر الله تذكرها نادي الجندي جي نزلت راسها سوت حركة لو أنا مكانة أمشي جي نزلت راسها ضلت تضحك إيه السؤال بقى تدرون تدرون هاي الضحكة فيها استيارش كتر بس هي مو غلطانة الاستاذ المتأخر عن المؤتمر نص ساعة هذا غلطان قال يعني لا انت لازم تجاوبين قالت قالت يا ابني دا انت قايم نص ساعة أنا يعني مقاوبة الأسئلة دي بقى لي نص ساعة حدى يعني مش حعدها ليك أنا استانست عليه لسيب بسيط لأنه حست أنه تابع وشوفوا أنا أؤمن فيه شغلة في حتك كلمة قالت ليه هم طلال سعاد عبدالله الفنانة الكبيرة قالت مي إحنا نناقش شويت فيه أشياء بس أنت أكثر بني آدمة صحفية تتابع وتشوف فاضح يا عداء طائق هذا شغلي إذا ما حفظه حك شغلي حفظه حك شنو يعني حفظه حك رياضة أشوف والله منتخبر شلانا وين وصل مش شغلي فيه متابع فيه ناس متخصصين في هذا فيه ويد أشياء يعني أنا أكيد فاضح حك شغلي شون أنت ما تكونين فاضح عشان تشوفين فيلم حك فنان أنت ويد تحبين أعماله وتستفدين وتتثقفين من وراه ومن آخر كتاب ظهر حك الكاتب الفلاني وتقري هذا هني ثقافة شون أنت الفنية شطة كيف فاضح أنت حكها فكل واحد فاضح حك شغله لكن فيه غيري يلا يكتب الاسم على جوجل واللي يعطي ومو كل شيء بجوجل ترى يعني مو كل شيء ترى بجوجل سليم فيه بجوجل وايد أكاذيب وهذا الشيء غير صحيح وإشاعات فبركة مو كل شيء مو جريدة رسمية هذا يعني نفس أنا لما أحد يقول لي مكتوب في وكيبيديا سي نبقى وكيبيديا ترى مو جريدة رسمية وكيبيديا عبارة كأن عن منتدى معلومات الحين أنا أدش أكتب معلومات أو أسوي صفحة عن شخص حلو؟ أي شخص ثاني يكتب في الصفحة معلومات مو غايرة كنفس الصفحة لنفس الشخص منتدى كوحد يقدر يفتح ويعدل ويكتب بس فأنا نظام النهال ما عندي هذا أنا أشوف ما يصير فعموما فهي وادي مبسطة أنا أطالع وأتابع حتى تحجيت أنا أعمال مو موجودة أساسا على اليوتيوب أو هذا نفس عندها فيلم مسلسل قطار منتصف الليل لما تحجيت قلت لها ليش مسلسل بحجم قطار منتصف الليل هو ملون تسوى بالسبعينات تم تصويره في استوديوهات عجمان في دبي في الإمارات وفي فنانين حجم مو بس انتي في محمود المنعيجي في صاح السعدني في أشرف عبد الغفور في محمد في محمد متولي في واحد ناس سمية الألفي قالت لي قالت لي حتى قلت لي ليش الناس ما تذكره قالت أو شي مش موجود على اليوتيوب هذا أول نقطة ثاني نقطة هو النزام من عرض المسلسل في الدول العربية في وقت اغتيال رئيس أنور السادات وأي حدث سياسي يصير يأثر على أي عمل في النقاط وهي فعلا حقيقة حقيقة وهذه صح يعني نفس أنا أذكر نفس يعني من المواقف هذه أذكر أن مسلسل عباس لبيض حق الفنان يحي الفخراني لما كان قعين عرض أثناء عرضه تم وفاة الله يرحم المغفوغ له بإذن الله تعالى الشيخ زايد فصار يعني فعلا قعدنا ثلاثة أيام فترة الحداد عليه ما نطالع التلفزيون حتى لو إحنا مو إماراتي حزينين على زايد زايد ليس فقط خير حق الإماراتيين ولكن هو خير على المنطقة كلها يعني كان الحوار حلو فهنات جدي شخصية وايد أنا اختيارها المواضيع يمكن أنا اتفق مع اختيارها المواضيع مشاهدها اللي أوفر يعني مشهد يعني مشهد علاقة وما شو يقعد يقعد لربع ساعة شدعوه 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 ليش تشدي افلام افلام الامريكية اللي ما اخبرها حتى ما تصور ربع ساعة جدي مشهد فأنا اتكلمت انتقدت كلامه في في برنامج الحكم مع وضاء الكيلاني سخرت بالأصح في النهاية الحمد لله القضاء انصفنا أنا وقناة سكوب طبعا وطبعا نشكر طبعا اولا القضاء الكويت النزيه اللي انصفنا على وزارة الاعلام ما عندما مشكلة وزارة الاعلام تبتشتكي حياه الله احنا في دولة مؤسسات وهم انا احتروا وزارة الاعلام بالعكس انا يعني وزارة مثلنا جميعا اننا اختلفنا او اتفقنا بالرأي اللي يختلف معانا القضاء موجود يقول كلمته الحمد لله احنا القانون عندنا هني في الكويت يمشي كأسنان المشت كلنا شنو كان منصبنا ولا شنو كان موقعنا ولا فالحمد لله طبعا اشكر قضاء الكويت النزي واشكر اكيد المحامي بدر باقر الذي صراحة ما قصر في اجراءة هذه القضية والحمد لله تم الحكم في محكمة الاستئناف كحكم نهائي انه براء براءتي وبراءة قناة سكوب وبراءة المخرج كان ايامي هناك في شهر حس بي الله ونعم الوكيل والله صلي ويد ما شفته يالله مو مشكلة انه ينزل عليه وانتد فالحمد لله قضاء الكويتي براءنا في درجة الاستئناف ولم الحين القضية صارت باي باي السلام عليكم وطلعنا حبايب مع وزارة العلام حقهم لهم حق علينا ياخذونه لان الحق عندهم ناخذه هذا القضاء ما نفرق احنا كل واحد لا وجهتنا هذا القضاء هذا هذا هو شيء سليم عموما ومبروك ومبروك حقنا سكوب اخيرا قضاء قال كلمته واي احد لكلام تاني في هذا الموضوع بعد البراءة يعني انا حلجأ للتقاضي ماشي ومعقولة يعني واحد والاثنين ثلاثة اربعة في الانستجرام يعني معناه انهم عندهم رأي غير قرار المحكمة اللي ما يعجب احكام القضاء هذا يعتبر اهانة قضاء مو كيفك فيه فيه حساب ثاني اللي ما يعجب احكام القضاء وترى يعني فيها سجن اهانة قضاء اللي ما يعجب كبارية بلكويت شيوخ وزراء يصدر عليهم حكم وسجن يطلعون يقولون احنا نحترم احكام القضاء مو فيه واحد سنجاب طالع في احدى القنوات يتكلم والله انا رفعت قضايا وانا انظلمت وراح وعطوهم وفلانا سبتني وخذت براء يبقى يابا افهم القانون وين ترى كلامك هذا ترى تروح فيه طريج يفكن منك يا مستر سنجاب يلا